ثرومبوبييزيس هي عملية إنتاج ثرومبوسايتس أو بليتليتس البليتليتس اللي هي اسمي تاني ثرومبو اللي هي خلالي المسؤول عن التجلط العملية دي بتتم برضو في البومارو وبتحتاج هرمون مهم جدا إثمه ثرومبوبيوتين ثرومبوبيوتين ده بيفرز من الليفر هناك كنا خلنا إليثروبيوتين بيفرز من الكيدني طيب اللي بيحصل بالزبط بيحصل بياه زي ما تشايفين كده الخلايا الاماتيور دي كلها الخلايا الاماتيور في حالة النطج بتفقد النواة والسايتو بلازم بتاعها بيتقطع إلى فراجمنس بليتليت فراجمنس تطلع البليتلس دي اللي بتعيش الليفز بيع بتاعها من خمسة إلى تسع أيام